حرف اللام لافتة تعلقها رجاء جداوي أمامها دائما عند اختيار أدوارها يعني دائما بتفتكر اللافتة دي يعني لازم لما اختار دور جديد يكون فيه كذا وما يكونش فيه كذا عايز أقولك حاجة وفي فترة في حيات الفنان ما بيحطش لافتة في الأول بقى يعني بيبقى عايز يشتغل وبيوحشوا الفن ويبقى نفسه في أي دور ونفسه يقول هاي الجملة ده في البدايات وبعديني بتدي يشوف الممثلين الكبار بيقولوا الجملة دي مش بريحاني نفسي أعملها فيبقى هو نفسه في يوم من الأيام يوصل إنه يقول أنا الجملة دي مش بريحاني أنا عديت بكل المراحل لكن أنا بقول إن أنا طول عمري شعاري في الحياة في حياتي وفي عرض الأزياء وفي التمثيل إخلاص إخلاص وصدق صدق في الأداء بيوصلك 100% لقلب الجمهور صدقك في جملة بتقوليها وبتحسيها قوي 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 الإحساس بتوصليه من عبر الشاشة للمتفرق فأنا الحمد أنه أنا صدقة جدا جدا في أدائي ومخلصة جدا في أداء عملي وملتزمة قوي في المواعيد يمكن الفنان الملتزم حتى في المواعيد وملتزم في عدم خروجه عن نص ملتزم في عدم إسفاف ملتزم بأنه ما يستخفش بعقل جمهوره ملتزم بأنه يحترم مشاعر البنت الصغيرة اللي قعدة سواء في المسرح أو قدام التليفزيون ده مهمة قوي قوي إذن يعني نقول إنه هو فنان ملتزم من كل النواحي مخلص وصادق حدثك عموما في المسرح ما بتخرجيش فعلا عن النص خلص ولا بتخرجي في حدود معينة حدثك بتشوفي إن هي دي حدود اللياقة على الآل لا أنا معرفش أنا أصلي مش مسيلة قوي يعني مش مسيلة مسرح يعني من اللي يعرفوا يعملوا ده أنا معرفش أنا أصلي وقفت جان بنجم سوبرستار اسمه عاد الإمام فعاد الإمام كان هو يعني إحنا بنقعد على الترابيزة الأول ونعمل بروفاتنا واللي عنده ملحوظة يقولها على الترابيزة لكن وانسا أن الثلاث دقاءات بتوع المسرح ابتدوا والثلاث فتحت الكل منتزم حتى بالنفس في اللحظة في التوقيت المطلوب يعني أنا ما أقدرش آقد نفسي في وسط جملة في مكان غير مكانه اللي خدته قبلها بيوم وقبلها بيوم وقبلها بيوم لإن ودني اللي قدامي أخيت على ريتمه معين لو أنا ديته الجملة بقطعة نفس مختلفة هو نفسه حيتباري فأنا تعلمت المسرح على ممثل مسرحي جايد قوي قوي وتعلمت أن احترامي أنا نابع من احترامي للجمهور فده كان القاعدة الأولى اللي تعلمتها من عادل واللي بشكره عليها قوي حرف الجيم جوه رجاء الجداوي لسه فيه حاجات كتير قوي لسه ما تلعتش يا بتقوليها بقلبة قوي يا مدام رجاء خلا خاصة إنها كتير قوي 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 تكررنا إيه منها اللي انت متحمسة لقوي دلوقتي بتاهنا مثلا الأستاذ عادل اكتشف أن أنا كوميديانة سنة 85 يعني في الخمسة عشر سنة الأخرين دول أنا ممثلة كوميدي كويسة قوي الحمد لله وممثلة التراجدي كويسة قوي قوي وحاسة إن جواي حاجات كتيرة هم ربطوني وقت كتير قوي 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 بالأريستقراطية اللي على طول قاعدة قدام المراية وما فيش حاجة شغلة مكهة قوي أنا جوايا كتير أنا جوايا بنت بلدي ايه الدور اللي نفسك بقى من الأدوار اللي جواكي والنفسك إن أنت تؤديها فعلا صوري من ونة صغيرة قوي قوي يا الناس تقول مثلا نفسها تشتغل دور اللي عبته مثلا ليه ستايلور مش عارفة مين أنا كان نفسي في دور اللي عبته السيدة الجميل قوي السنة الجميل اللي هو يا ست دورها في بداية ونهاية صوري أنا الدور ده بعشاقه 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 البنت الدميمة اللي ضحد من نفسها وشرفه عشان أخوه من أحلى الأدوار اللي أنا بعشاقه مع الشاشة وكنت طلعوني من صغيرة أقول نفسي نفسي في يوم أبقى موثلة كويسة وألعبت دورتها فعلا بحبه وفي دور اللي عبته كاترين هابرون اللي هو الورثة وكانت برضو جاء ودميمة وورست وتهفتوا عليها الناس عشان فيلوسها وكده وبعدين حبت واحد وحبت تمتحنه وتمتحن مدى حبه ليها وبتاع وبيتقولون هي ضعت السلطة وبتاع فما بتلاقيهوش المهمة ندور برضو مبني على الأداء أكتر منه الشكل فدي الأدوار اللي أنا ميلا لها قوي قوي وليس يا لعب دور بنت بلد بقى بنت بلد بنت بلد يعني بنت بلد بحبها بقى اللبس وبالأداء وباللهجة وكل أنا بنت بلد حرف الدال حنرجع تاني لدعاء الكروان أو تالت مرة لدعاء الكروان ونفتكر ذكرياتك عنه كان ليه في ذكريات حادك مش ممكن تنسيها يا طهرة تفتكريني ايه موقف بعينه بقى حادتك تفتكرينه بعينه بعينه هو كان موقف أولا كنت بتكلم عربي سايق جدا وكانوا جاي مني الأساز أحمد البدا وإلا يرحمه عشان يعلمني لغة عربية وفي الأخر لما فاشلوا خلوني باخد لساندو فرانسي مع الخوجة كان فيه مشهد لمدام فاتن قلت له عشان أنا فرحانة قال لي أنت نايمة مفروض نايمة فرحانة ليه؟ قلت له عشان أنا مش متصورة أن مدام فاتن حمامة هتوطي تبص إيدي فأنا نفسي بص على إيه تبص إيدي استغفر الله عزيزي لأنا فرحانة القمة دي هتوطي على إيدي أنا فعمل إيه؟ نايمة كده لأنا شوفها وهمة قال لي يا حبيبتي ده تمثيل خليكي نايمة وقفلي عنيكي خالص لغاية ما تخلص فعايز أقولك أن التمثيل مع العمليقة دول كان متعة متعة جميلة قوي بدليل أولا كنا كلنا عارفين قيمة الناس دول حتى أنا كنت أيام صغيرة أوي لكن كنت عارفة أن أنا وقفة وسط عمليقة كبار أوي أوي كنت عارفة حجم كويس أوي 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 وكنت بحترم العمليقة دول وعارفة مقدرهم إيه ده يمكن لبنفتقر بنفتقر إليه شوية اليوم من دول لأن في بعض الأحيان بلاقي فنان كبير أوي أوي كبر ودخل البلاتو النهاردة وحيس ساعات أن عنصر من الجيل الجديد مدهوش حق بحزن قوي وبقول للولاد ياريت بقوا عارفين أن الإنسان ده في يوم من الأيام كان مالي الدنيا ومالي الجرائد ومالي الصفحات الأولى وأنه لازم ياخد حقه مهما كان الحجم اللي بياخده النهاردة على الشاشة وأنه حتلف اللفة لأن لو دعمت لي ما وصلت إليك أبدا نتجل الحرف اللي بعده هو حرف الواو وراء نجاح الفنانة رجاء الجداوي واحد اثنين ثلاث أسباب أنا أقول أنه هو شعاري يعني هو اللي وراء نجاحي إيه معه شخصيات ومبادئ وكله يعني اخترنا الثلاث حاجات شايفين هم دول أساس نجاح والله شخصيات أنا عايز أقول لك حاجة أنا لما اشتغلت عاردة أزياء قبل ما اشتغل عاردة أزياء اشتغلت في جراج جراج جراج؟ سايس يعني؟ لا لا مش سايس اشتغلت في جراج كان مجموعة السادسة فيها اوتوبيسات تسعة وعشر وثلاثين وثلاثين ومعرفش إيه بتودي عين شمس بتودي تومانباي اشتغلت كنت بأخذ عشرة جنيه ونص بقبة الكمسارية اللي جيب 12 جنيه أدينه بونس عشين قرش فكنت بدرس ولازم أدفع لأن كنت بدرس في السنة دي بالذات كنت معي من باشروب تحتي لغة فلنسية كنت بقدمها منازل وكنت مطلقة أشتغل عشان أدفع دروسي الخصوصية فأنا من صغري عندي إصراح من صغري لحوحة جدا 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 في الشيء لو أنا عارفة أن أنا على حق فيه نجحت وأنا بشتغل وطلحت السادسة على القطر لأنني صممت على هذا وكان لي منحة دراسية أسافر فرنسا لأن كنت السادسة فكان ده حاجة حلوة قوي ودخلت مجال عرض الأزياء وكان كل شيء بيقول إن أنا نقطة أو كانوا بيسموني الحسنة لأن كلهم جمال قوي قوي أنا السمر الوحيدة اللي في وسطهم ومع ذلك صممت أستمر وأنجح كان الجمال ملبوط بالشقر بقولك أنا بعيدة ولا وقتها كان كده جميلات سمر لا مش قاضي هم كانوا أيامها جميلات قوي كانت فوهم ملك الجمال العالم كان أونتيجان كوستاندا كانت ريتا كان كلهم أجنبيات فحتى ما تقولوا ريتا وصوفي وأنتيجان سينتيا أرجاء الجداوي حاجة غريبة قوي اسم غريب جدا طلع كده كبير ومكالكع ومن يومي من أول يوم ما قالوش رجاء قالوا رجاء الجداوي فالمسألة كانت كان إصرار مني أنا كنت مصرة دايما ما أعرفش أخوش ما بحبش الفشل ما بحبوش فأنا مصرة وما حدش عايز أقولك ما حدش أقدر أقول إن حد سندني في شيء حتى النقدة حاليتك قلتنا في بداية الكلام إن النقد اللي وجهلك في البداية دا فعلك أنا بقولك إن هي رجاء الجداوي ورا رجاء الجداوي إصراري وإن ما سمحتش لليأس يدخل قلبي أبدا ما سمحتش للفشل إنه يتغلب علي بالعكس قلت إن الفشل ورا نجاح لازم فده إصرار فأنا شعاري برضو إن أنا بقول إنه إخلاص ودفاني وإصرار لازم وصلوا كل شيء وصدق صدق مية المية